اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعاً فكرة الكوليكشن وكل ده إن بجد يا جماعة مش أي حد أياً كان سنه أياً كان عمره إنه هو لازم يشتغل إنه هو لازم يعمل حاجة لنفسه إنه هو يجو أهد إنه هو يعمل أي حاجة بدل القعدة يعني مثلاً أو لو في حد عنده موهبة بالضبط بالضبط أهم حاجة يطورها ينميها مش مشكلة السن مش مشكلة فكرة القهوة أنت عندك موهبة نميها أعمل حاجة بس بي أصل حاجة بجد بشعبه ليك إن إنت لما لقيت نفسك موهوب فحاجة بدأت تبقى يعني موهوب بدأت تبقى تبقى بروفاشنال فيها ربنا يخليه كده واش من ذلك طيب النهاردة كوليكشن سواري صح بالضبط طيب إيه الموضة بقى في فاساتين السواري السنة دي الموضة في فاساتين السواري السنة دي بصي إحنا مكملين على طول التطريز التطريز ده حاجة ما بتقفش في السواري رغم إن فيه ناس كتيرة جداً بتبقى حاجات كويزة جداً إنها بتتعامل من غير تطريز بتبقى حاجات سواري بيبقى شغل أكتر على قمشها ينعمل بيبقى فيها حاجات تطريز بسيطة بس مش بيبقى فستان كله مطرز أو مش فستان كله فيه تطريز بس عمتاً موضة التطريز مكملة على طول معمرها ما هتبتر يعني أنا لو عندي فستان قديم في الدولاب كله مطرز أطلعها لبسه أوكي طبعاً دلوقتي بقت موضة عايز أقولك إن دلوقتي برضو اللي بيساعد الحاجات دي إن إنتي مثلاً فستان سواري ممكن تجيبي له أي حاجة تحطيه عليه مثلاً بتفرق ما هي 80 درجة فعلاً؟ بجد يعني حتى لو هو يسق مفوش حاجة خالص؟ بالضبط ما هي الحاجات دي مثلاً إنتي ممكن تجيبيه وتحطي عليه أي حاجة من فوق تعملي أي ماتشنج مع أي حاجة تاني الحاجات دي كلها بتفرق طب خلينا نشوف الستايل الفستان السواري اللي هيدخل معنا دلوقتي بي إنتي مختار كمان لون الأبيض ليش معتاد في الفستان السواري أنا بحب الأبيض جداً والله أنا كمان بحبه قوي معنا الموضل الجميلة طبعاً طب قولي بقى ده أولاً هو مش أبيض صريح بالضبط أبيض أوف ويت ومترس بالضبط نعمل في تطريس خفيف قوي حاجة سمبل أنا بصي بحب أشتغل في أي حاجة فيها تطريس ما فيهاش تطريس إني وإنه يعني بحب أشتغل حاجة سمبل حاجة تشوفيها تلفط نظرك قريدي يعني بس في نفس الوقت بتبصي بتقولي لأ حاجة ما بتوجعش العين حاجة مزلتها بالضبط زي ما أنت قلتي فيه الناس بينشوفها ينامت بحاجات حرابة بس تحسيها وجعت عينك أيوة صح طب هو أنت من وراء حطيت الشال ده يسمي إيديل شال أبا أه بقى لك هو ينفع يتشال بالضبط أهو يتلبس بكزا طريق عايز أقولك الفستان ده فيه حد قبل كده كان عايزه يلبسه في خطوبة فيه حد كان عايز يلبسه في كاتب كتاب طب قولي ده ينفع خطوبة واحدة شخصان تباية خطوبتها هي بالضبط آه طبعا طبعا عايز أقولك بأقولك كان فيه حد عايز يلبسه في كاتب كتاب عشان هو فستان أبيض والسمبل وفيه ناس بتحب الحاجات دي جدا عندك مثلا بتتفرجي في الناس برا بتبقى مش لازم تبقى جايبة فستان كبير ومنفوش وفيه تطريز خالص آه خالص بتبقى حاجات سمبل جدا هنا سمبل قوي وما فيهاش حاجة طب قولي لو 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 فستين السوري للمحاجبات لأنه انتو عارف انه دايما هم شوية واظلمين بالضبط أيو عندك حاجة آه مرجع أو حاجة يعرفوا منها الموضة يعرف بالضبط قولي الموضة للمحاجبات ممكن يلبسوا ألوان شكلها إيه آه ستايلات عاملة ازاي بصي هقولك حاجة أنا بشوف إن أي حد في أي وقت مش شرطة محاجبة غير محاجبة إن هي تشوف اللي الحاجة اللي تليق عليها أنا ممكن أبقى عامل فستان تحفة جدا واجيب واحدة محاجبة أو بشعر عادي الفستان ما يبقاش زابط فهم قصدي أنا لازم أشوف إيه شكل جسمها إيه لون بشرتها إيه طولها ممكن تبقى واحدة طويلة وواحدة قصيرة شرط لنفس الديزاين يلي على كل الناس أنا بتجيني ناس بيبقى الفستان عجبها جدا وخلاص هي عايزة الفستان ده بس ما بينفعلهاش طب انت بتنزحة بتنزحة بقى تقولها لها طب احنا نغير فيه كذا بوكن نخليه بنفس الشكل بس هنعمل فيه حاجة نغف له حاجة نحوش منه حاجة بالزبط وفيه ناس بتتقابل الفكرة تيه فيه ناس ما بتتقبلهاش ليه؟ إن هي بتقولك لأ أنا عايزة ده بس ده بيبقى يعني الدرر بيبقى راجع عليهم أكتر بالزبط يعني انت جاي الديزاينر المفروض تشوفي إيه رأيه عشان حاجة هتفيدك هو ديزاينر يعني هو بيرسم الشكل الخارجي بيبقى عامل ازاي خليا نشوف كمان الدرس أو الفستان الصوري التاني أه الفستان ده يا الفستان ده أه بقى ده بقى فيه معانا فستان مختلف بقى كله ألوان مش ألوان كتير يعني بس فيه رسم يعني طيب ده بقى يتلبس أكتر فين يا فريد؟ بوسي هو مش مش صوري قوي هو ممكن شوية بريتا بورتي بس هو عادي في نفس ده ممكن بقى كوكتال فستان كوكتال؟ بالزبط هو عايزة أقولك هو الفستان ده من أكتر الفستان اللي نالت أعجاب ناس كتير جدا في الكوليكشن الجديدة عشان ألوانها مختلفة جدا وفيه كذا حد قال لي احنا مشوفناش الفستان زي ده قبل كدة وهي دي فكرة الفستان إن هو فيه دوسي طبعا كل الناس عارفين من زمان جدا من الأحمر والإسود ماتشنج هايل مع بعض طبعا فهو اللي عجبني في الخامة إن هي معمولة فعلا بشكل كويس جدا وقدرت أطلع منها الفستان ده بس جميلة أنا عايزة أسألك سؤال إنت الماتيريال اللي بتفضل إن انت تشتغل عليها في الفستان السوري إي لأنه إحنا عندنا بقى قماشة كتير وماتيريالز كتير قوي بالزبط بس يا عايزة أقول لك حاجة بالنسبة كبيرة جدا بيستخدمه الساتان البروكار دلوقتي يبقى نازل موضاء نعم البروكار بيبقى تحفة جدا في السوريهات وبيفرع علشان بيبقى خامة مطفية وفي نفس الوقت بيبقى فيها لمعة بسيطة بس فريد الساتان ده بيبين دفوعات بالزبط أنا علشان كده ما بحبش يعني عايز أقول لك حاجة ممكن تتفرجي على الكوليكشن من أول كوليكشن حتى اللي طلعت بيها هنا لحد بعد كده التانية والتالتة أنا تقريبا مش مستخدم ولا فستان في حاجة ساتان أنا ما بحبش أشتغل بالساتان أو مش في أي فستان ينفع يشتغل بالساتان الخامة حساسة ده اللازم اللي تلبس ساتان ده يبقى جسمها فات قوي وتبقى بصي تبقى قصة كويسة آه قصة كويسة واللي عملها الفستان يبقى حد بروفيشنال واللي في خياطة في تصميم في كل حاجة علشان كل ده بيفرق زي ما تبتقولي يا خامة حساسة فمش أي حد ده هلبسه طب الدنتيل بقى أخبره إيه يعني موجود لسه الدنتيل ده حاجة بصي زي القطط كده بسبعة تروح ما بتنوتي ودلوقتي بقت بتتطور إن فيه دنتيل فيه تطريز أصلاً أريدي داخل فيه تطريز فيه دنتيل أشكال طبعاً كل يوم بينزل حاجة جديدة إنه هما طبعاً بيجيبوا الحاجات اللي بتبقى جاية من بلاد برة فبيجيبوها هنا وبيبيعوها كأمشة يعني فالدنتيل حاجة ما بتبطلش ده حلو قوي دنتيل إنت عامل دلوقتي هنا شيفون لأ في راسما دي عامل شيفون لا ده الفستان الأسود اللي في الفستان ده حرير ده حرير ده مش ساتان ده حرير لا لا أقول شي فوق اللي هو اللي تحت المرسوم عليه لا لا ده التول تول أه تول مترد عادي بس حلو والتول برضو موجود موضة جداً أعايز أقولك كل الحاجات دي ما هي تطريز بيبقى بيضطر بالنسبة كبيرة جداً في سنينية يعني أنا تطريز بيحطوها على التول طبعاً انت تعال برضو فستان ينفع جداً يكون الخطوبة أو واحدة خطوبتها هي شخصياً لأنه متميز بالزبط ومش أي واحدة هتروح تحضر فرح أو خطوبة هتلبس شخصياً وعايني أقولك دلوقتي الأزواء اختلفت كتير جداً ودلوقتي كل واحد بيبقى عايز يلبس حاجة مختلفة عن التاني وفعلاً زي ما انت قلت دلوقتي احنا دخل عندنا فكرة اننا لا احنا عايزين نبقى مختلفين احنا عايزين نلبس من ديزاينر احنا عايزين نلبس حاجة واو يعني شوفي مثلاً الفساتين شفناه في الجونة مثلاً الفنانات في الجونة ومحجت أفكار مترقعة بالزبط حاجاته وعايز أقولك المرة دي في مهرجان الجونة الفنانات فعلاً كانت لابسة فساتين حاجات فعلاً حلوة جداً أنا كنت بتفرج وأنا بجد فخور إن المهرجان بالشكل ده والفساتين بالشكل ده فعلاً كانت حاجة ممتازة جداً أنا فعلاً كنت فرحان بالشو اللي حاصل وبالفساتين وبالحاجات فعلاً كانت حاجة كويسة جداً لأني كان فيه مصممين مصريين كمان كوتار بالزبط ما هو بيه أكتر حاجة تفرح إن مثلاً عندك دلوقتي نيل كريم عندك دلوقتي إنجين مقدم عندك دلوقتي كتير جداً جداً بقوا بيلبسوا ديزاينر مصري بالزبط أنا هلبس مصري عايز أقولك إحنا كان الصينية اللي فاتت محتكر علينا نظريت إن أنا أبقى إيه؟ إن أنا لابسة فساتين وراحة بيمكان أنا جايبة إمداء مش عارف كبأ عايز أقولك رغم إن حتى عايز أقولك حتى لو الفساتين كان عبارة عن حتة قماشة ما فيهاش أي حاجة بس أنا لابسة من برد بالزبط في دلوقتي إحنا بنفتخر كمان بالزبط وعايز أقولك بردو حاجة حتى الديزاينر المصري دلوقتي زمان أو مش زمان قوي يعني عمتاً كان فيه ناس بتبقى عايزة تبقى بروداكتف أكتر أو إن هي تبقى بتبيع وخلاص بمعنى أصح لكن دلوقتي فعلاً الناس بقت عايزة تشتغل عايزة تثبت نفسها صحيح إحنا فعلاً ما بقينوش قليلين بزبط إحنا كوتار جداً في مصر لا كوتارهم أقوبين بشكل جبير بزبط إقولي إنت أكتر ديزاين عملته كان مترقعة كده مختلف شكله غريب عملته في أول كوليكشن وكانت الخامة بتاعته كلها جليتور كده وكنت ندخل فيه إزاز إزاز؟ إزاز طيب ده عايزة واحدة شخصيتها مختلفة بصي هو كان شوية أفانجارد الفوستان عايزة أقولك الناس اللي شفيته إيه الفوستان؟ إحنا فاهمة اللي هو الفوستان بيتبصله وكده إحنا مش فاهمين بس هو يعني عارفة اللي هو آه هو الفوستان إنت أخيبت إزاز إزاي؟ ولا إنت لزقته؟ بيتلزب وبيتخيب طبعا بمواد في الشغل عندنا رغم إن أنا عايز أقولك إن أنا تقريبا لحد الوقت ما خدتش ولا كورس ولا روحت أي مكان حتى أنا قلت الكلام ده في أول حلقة طلعتها ولحد الوقت على فكرة أنا ولا روحت عند أي حد ولا اتعلمت من أي حد أي حاجة الحمد لله طبعا ده بفضل ربنا وده برضو يرجع للإسرار إنت لو عندك فعلا إسرار على حاجة عايزة تعمليها بصي بمعنى صح هتقطعي نفسك هتعملي المستحيل عشان توصلي إن أنت تعملي حاجة طب وإن أنت تتفرج على الديزاينر المعروفين الكبار برا ده برضو بيعرفه بأكتر أكيد بصي عايز أقولك دلوقتي بصي هقولك حاجة أي ديزاينر في أي حتة لازم يتفرج على الغيره أنا لو ما تفرجتش على الغيري أنا فهم قصدي حين الديزاينر كي بيبقى عنده أنا رغمي عايز أقولك بالضب لازم تفرج ليه أنا عندي سي يعني أنت ديزاينر أنا لازم أشوف أنت عامل إيه علشان أنا مثلا عايز أقولك أنا نفسي ممكن أبقى عامل فكرة درس في دماغي ولا إي حد تاني يعمل وعايز أقولك أنا بداء جدا فأغير فأغير بالضبط تعاين نشوف الفوستان اللي هيكون معاينها دلوقتي فضالي ده اللي كان في الصورة اللي كان لصها في الصورة دلوقتي نشوفه بقى لايف والإسود برضو مالك كير الصوري مكيش يعني مكيش مجال الأسود ده حاجة ما تبطلش أكيد حلو قوي ده ينفع برضو حد قصير شوية ولا أنت بتحب القصيرين يلبسوا فساتين تكون على الركبة ممكن شوية عايز أقولك الفساتين دي المشكلة برضو أن الفوستان ده ليه ديل من وراء وتويل من وراء شوية فهي دي المشكلة إنه ممكن ما ظنش إنه هو ممكن يزبط قوي في القصيرة فهم قصدي طب يجيني شوية تابس للبنات القصيرة البنات القصيرة بصي أول حاجة ما تحاولش تلبس حاجة يبقى فيها حزام عريض علشان هي قريدي بالضبط هي قريدي مثلا يعني سي بنت قصيرة بيبقى عندنا تقسيمة للجزء اللي فوق اللي هو الوسط والجزء اللي تحت اللي هو الرجل فأنا بحاول على قد مقدر إن أنا أطول الحتة دي علشان أعمل ماتشنج بين فوق وتحت فأنا هاجي أحط حزام عريض أنا تقريباً قتلت جسم البنت فهم قصدي حزام عريض تقريباً يعني خلى عيني أول حاجة متل أغبطة مش عارفة فوق قد إيه تحت قد إيه فهم قصدي طيب الألوان بقى ألوان الموضة لموسم شتا 2018 بصي أنا عايز أقول لك حاجة أنا فوجة نظري وهقول لك طبعاً موسم شتا 2019 بقى خلاص إحنا دلاتي قا بقافل السنة عايز أقول لك حاجة أنا شايف حاجة بالنسبة للألوان وبالنسبة للموديلات أن أنا دلوقتي سيئ يعني أنت جا تعملي عندي فستان أنا قلتلك الموضة دلوقتي الأسود والأبيض والجولد والسلفر سيئ يعني طب أحنا عمال حلو الجولد ده الجولد عايز أقول لك دلوقتي بقى فعلاً اللون ده كان أديره فترة كده على جنب شوية بس ابتدى يطلع وابتدى فعلاً دلوقتي فيه فستين جولد كتير وما بقاش كمان الجولد الصريح يعني بقى الجولد عارفة الجولد اللي هو مثلاً اللي هو بالزبط اللي هو الجولد مثلاً داخل سن على باج داخل فاتح قوي سنة كده حاجات دي عايز أقول لك بقى موضة جداً بيبقى حلو على بشرتنا على لون بشرتنا أحنا كمصريون كل واحدة على حسب لون عايز أقول لك إحنا برضو المصريين بشرتنا مش وحشة مش حم مش حم مش سامر مش بيد قوي عايز أقول ما كنت لسا قولك كده إن احنا عندنا ناس بتبقى بيدة جداً وناس بتبقى محاوية وناس بتبقى صمرة وطبعاً كل حاجة وليها ومعيزتها الايه بقى اللون اللي يقى على الناس دي كلها ما يختلفش عليه بقى بصي هو الأسود أقول لك إيه ما الأسود أكيد وبرضو هرجع أقول لك على حسب شخصيتها وعلى حسب جسمها وعلى حسب طوله وعلى حسب كل حاجة يعني مش هعرف أخب منك دلوقتي إنه فيه لون صريح هو دا للناس كلها تعمل به لا أنا ممكن أقولك كذا وكذا وكذا هم فعلاً قريدي بموضة بس أنا من وجهة نظري أنا كديزاينر إن أنا ما بحبش أرتبط بالموضة إنها ممكن على قد ما هي بتبقى حلوة وهدفيدك ممكن تدرك حلو ممكن تعال نشوف الفستين طيب اللي هنشوفه اللي هيتلع دلوقتي يظهر مع عينا فضالي لأن انت برضو عامل فيه ستايل مختلف وينفع محاجبات لو اتقفلت باقي فرحة اللي هنشوفها دلوقتي بالظبط أنت يلافت نظر الجمهور لحاجة واضحة جدا أنا أنا عايز أقولك دا الجلد اللي أنا كنت لست بأكلمك عليه دا جلد صريح دا بقا دا جلد صريح بس جميل قوي 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 أنا عايز أقولك كمان الموضول اللي معانا حتى بيان على الجسمها هي مش مصرية فهي برضو دي ممكن نوضح عليها يا مثال البنت مثلا اللي مش طويلة قوي واللي مش بالظبط واللي مش بتبقى مليانة قوي فهم قصدي حلو يعني عامل جسم شكله لحلو بالظبط وزي ما انت قلتي ممكن الفتحة تتقفل يبقى فوستان محاجبة بالظبط وهيبقى شكله جميل قوي كمان عني بالظبط عنك حق طب وانت بقى في الحالة دي تنصح المحاجبة تلبس برضو طرحة او إشارب يكون بوجه اسم بقو ولا جولد لون الفوستان بصي هقولك حاجة عشان بقى الحتة دي بتبقى مش حلو اي دي زينر كتير بيقولولك انا ما بحبش الفوستان لو هتلبس واحدة محاجبة يبقى كل بلوك كده هي لابسة فوستان اسود ولابسة طرحة سود لا انا هقولك حاجة بالظبط كنت لسه اقولك في فاستين ما ينفعش خليها تلبس لون طرحة نفس اللون الفوستان هبقى انا كده سوري ما بفهمش فهمها قصدي لكن في فاستين ممكن ألعب مثلا اللون على حاجة يعني مثلا عايز اقولك سي واحدة هتلبس فوستان اسود كله كده اسود لا ممكن اخليها تلف كده لون زي ايه؟ يعني مثلا بالوقت في ناس بتحب تلبسه جدا على اوف وايت في ناس بتحب تلبسه على احمر زي ما قلتلك فيه ماتشنج ما دين الاحمر والاسود ما بيبطلش بس برضو على حسب شكل الفوستان فيه فوستان ممكن يبقى فيه تطريز وفيه بتانات الاحمر ممكن ما يبقى الظريف قوي بنتطر ممكن نتاجه لو الفوستان اسود وفيه تطريز معين ان احنا نلجأ ان تبقى طرحة مثلا سود يعني حسب برضو الديزاين بتاع فوستان وحسب هي شكلها عامل زي شكلها عامل زي وشخصيه على فكرة الشخصية بتفرق 180 درجة فيه واحدة ممكن تبقى شخصيتها انا بالبالدي كده بيقوله مترقعة اللي هو انا هلبس بص انا هلبس كده فيليق عليها وفعلا بليق عليها وبيبقى حلو جدا علشان هي واسكة في نفسها تماما هي انا عارفة انا هلبس ايه طيب انت ما بتستوحاش في اي كولكشن من الكولكشنز بتاعتك من اي من التسعينات من الستينات السبعينات العشرينات عايز اقولك عايش ايه بالبالدي انا باعش ان انا احاول اتفرج على الحاجات القديمة انا بحب الكلاسيك انت بتحب اني زمن اكتر بحب الزمن القديم جدا اللي هو من سبعينات لا مش العشرينات قوي سبعينات ستينات بحب اللي بسهم جدا ورغم ان كده فعلا زي ما انت بتقولي في العشرينات فيه كان عندهم كده تاتش كلاسيكي في الصوري كان تحفة جدا عارفة انت زمن الفنانات زمان اللي ما كانوا بيباسوا الفستان سامبل تال كده ويبقى فيه ساعات حاجات في ايديهم الله حاجات بتبقى يعني كده فعلا بيعمل حاجات دي واللي حلو برضو عندنا ان احنا ممكن تلاقي كل ديزاينر عنده ستايل معين ماشيا اشهر الفستاني المعروفة طبعا الفنانة هيند روستوم اللي هي الستايل بتاعها والفنانة الرحيلة طبعا الجميلة ساندرانية الشاشة العربية ساعات حسنين والفستان المنفوش الحاجات دي بقى موجودة قدر البسها ولا بستانى بقى لما الموضة بتاعيتها تنزل لا بص يا عادي بتستخدم بقى ميشة مختلفة بتستخدم بقى قصات مختلفة وبترجع عايز اقولك دلوقتي وحيات ربنا زي ما بقولك فيه ناس بتيجي بس بيبقوا سنهم في السبعتاشر ستاشر اللي بيبقوا لسه ما بقوش انيسات ومش وفي نفس الوقت مش بنات بالضبط بيبقوا عايزين يلبسوا فستين زي سعاد حسني بيبقوا عايزين يلبسوا فستين انا فيه واحدة عملت لها فستان قريب قالتلي انا عايزة فستان يعني عايزة بانوتة عايزة تبقى بانوتة ففعلا قلتلي عايزة فستان زي فستان سعاد حسني عايزة فستين اللي هي منفوشة وتجرها وتعملها كده بأيدي الحاجات دي بيطلبوه البنات بس مش اي حد بيطلب مش اي حد بيطلب عشان فيه ناس بتخاف من كلام الناس طيب القماشات بقليها البوينتد اللي هي المناقاتة والريي والحاجات دي موجودة في الفساتين طبعا مش عارفة ممكن تبقى في الكوكتيل مش في السواري صعب شوية هو ممكن تلاقي قماشة سواري فيها نقط بس بشكل معين يعني انا ماينفعش مثلا عايزة اقولك اللي هو ماينفعش مثلا اجي فستين سواري احط فيه مثلا نقط مختلفة بلونين او حاجة زي كده بس بتتعامل بشكل معين فهمة قصدي بتتعامل مثلا بخامة معينة يعني ممكن مثلا اجيب قماشة تول وتبقى فيها النقط دي قطيف طيب قولي الجامب سوت موج اتفضلي معانا كمان اللون بقى الصارخ اللي برضو بيتربع على عرش الاناقة والمودة والول الأحمر انا عايزة اقولك انا بحب الفساتين الحمرة جدا او شكله جميل قوي بيدي برضو حلو اللي سايل ده اللي بيدي عرض شوية بلزب بلزب زي ما انت قلت كده هو بيدي عرض و بيدي كمان طول بيدي طول بيدي طول في الجناب يعني فهمة قصدي بيزبط الجسم و زي ما قولت هي بتبقى ماتشنج ما بين الكوم ما بين القصة بتاعت السدر ما بين قصة الرجل من تحت فكل ده بيفرق نعم بيت شكله حلو قوي ولونه جريء و حلو ربنا يخليك و يليق برضو على ناس كتير يعني مش ممش و دلوقتي الأحمر انتشر جدا والله دلوقتي فيه مودة الأحمر موجودة في الصوري و نزل من حوالي يعني ممكن نقول من السنة اللي فاتت و الأحمر شغال حلوة قوي قوي مرسي حلوة جدا الكولكشن نهاردة يا فريد و نورتنا بجد و إن شاء الله شوفك بقى المرة اللي جاية مع كولكشن مختلفة إن شاء الله نشوف بقى حاجة مختلفة بقى انت ولا انت الصوري و خد و أتكتو للوقت بقى مطلب جماهيري عايزين كاجول عايزين كاجول في ناس بي تقولي إحنا بيبقى عندنا أفروح بس الكاجول بنلبسه أكتر صح يبقى إن شاء الله مرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مشاهدي لك معنا الفاشن ديزاينر أو أصغر فاشن ديزاينر فريد سرور بشكرو جدا على الكولكشن النهاردة و أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة في كلام البنات لسه فاضل فقرة مهمة جدا جدا هسيبكم مع أحوار خاص مع الفنان أحمد حاتم و اللي عملته معايا زملتنا الجميلة شيرين حمدي في الجونة استنونا بعد الفاصل موسيقى 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 موسيقى